ما زالت هذه النشرة تصلكم إلى من الفضائية الشادية افتتح اليوم النائب لعمدة بلدية أنجمينة صالح كوتشي زقلو أعمال الجمعية العمومية غير العادية لصالح تجار الأسماك كان ذلك بحضور نائب رئيس جمعية صيد الأسماك إلى جانب العديد من ممارسي تجارة الأسماك المناسبة جرت بمركز المنثقة في تقرير أذى محمد شرف الدين الجمعية الأمومية غير العادية التي انأقدت لصالح تجار باية الأسماك هي تندرج تحت رعاية بلدية أنجمينة وأن هذه البادرة أتت من قبل جمعية صيد الأسماك وخلالها تناقش عدة مواضي محمة التي من شأنها تسهم في دفي عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد وبهذه المناسبة فقد رحب نائب رئيس جمعية صيد الأسماك عدم قني الحضور على تلبيةهم الدعوة ومشاركتهم الفعال في هذه الجمعية الأمومية كي يخرجوا بنتائج مهمة ومفيدة تدخل في صميم الموضوع مضيفا بأن بناء الأسواق السلاسة لباية الأسماك لهو دليل واضح للمساهمة في التنمية الاقتصادية بدوره النائب الثاني لعمدة بلدية جمينة صالي كوشي زقلو قال خلال افتتاهه لهذه الجمعية الأمومية غير العادية لهي فرصة لكل تجار الأسماك لمناقشة وإيجاد الحلول المناسبة لبعض المشاكل التي تواجهها باية الأسماك طالبا منهم تقديم مقترحات بناء تسهم في سير العمل الاقتصادي هذا وفي خلال الجمعية الأمومية غير العادية ستشكل مكتب تنفيذي جديد لجمعية صيد الأسماك شكرا